الحاجة اللي كانت رباو عليها في الصغر هي أن الفلوس ما كيشريوش السعادة حاجة اللي صعيب نتقبلوها أخويا هاعطيني الفلوس وخلينا لك السعادة ولا أخويا نبغي نكون حازين ولكن نبغي في الفيراري ديالي إلى آخرة ولكن غالباً المقصود بالفلوس ما كتشريش السعادة هي أن السعادة المسؤولية جل كل واحد فينا والفلوس ماشي شرط باش تكون سعيد إلا كانوا راهم زيان وإلا ما كانوش راهم القناعة والصحة وحب ديالعائلة والأصدقاء يقدر يوصلوا للسعادة إلا كان الفقير عمره يدير الفيلة ديالغاني وعمره يسافر العالم بحل اللي يلبس عليه راهم ما كيمنعش عليه أنه يحس بالسعادة وبعض المرات كتر من هدك اللي يلبس عليه المسلسل اللي غادي نهضروا عليه اليوم ما عندوش علاقة بفلوس اللي نقدرون تخيلوهم انت وانا الفلوس اللي عند الناس اللي يضاير عليهم هد المسلسل را كينا منهم كميشة في العالم كامل المسلسل اللي غادي نهضروا عليه اليوم هو السكساشن من إنتاج HBO مرحبا بكم في حلقة جديدة ديالسوريما بودكاست هاد الحلقة غادي ندخل في تفاصيل اللي تقدر تحرق لكم القيصة ولكن في هاد الحلقة غادي نهضر على الشخصيات والإخراج وما غادي نستعمل غير الصور ديالالفرست سيزن إذن اللي كيخاف من الحريق صيروا تفرجوه عادة رجعو واللي مفرج في السيزن وان ولا اللي ممسوقش بقوا معايا بالنسبة للناس اللي كي بغوا يدعموه هاد المحتوى يمكن لكم تعاونوا القناة باستعمال السوبر تانكس تحت هاد الفيديو سوكساشن سوكساشن هي سلسلة كتعاود لقصة ديالعائلة روي اللي مترأسها الأب لوغن روي واللي هو المدير دي المجموعة ديالشركات متخصصة في مجالات كثيرة ولكن خصوصا في الإعلام هو وقف على رأس هارم ضخم لقيمة دياله زبالة ديال الفلوس عنده أربعات ديالولاد ثلاثة منهم بغي يربحوا بلاستهم في رأس ديال هاد الهارم فاش بباهم يعتازل ولكن إلا كان بباهم كيف يفكر في الاعتزال فره ما زال ما بغيش يطلق للجام وحاكمه بجوجي الدين غادي تقولوا لي أن هاد القصة هي قصة خرى ديال الناس اللي لبس عليهم والصراع ديالهم على السلطة والفلوس وغادي نقول لكم آه ولكن من أكبر المشاكل اللي كيوقعوا في هاد النوعة ديال المواضع هو أن الكاتب والمخرجين ديال هاد السلسلات غالبا ما كيكونوش من هاد الطابقة والنظرة ديالهم عليها كتكون كاريكاتورية وشبعانة صور نمطية الشي اللي كيخلينا كمتفرجين نشوفوا دراما بعيدة على الواقع وشخصيات من وحي الفونتازم كتر ما هما من الواقع بينما السكستاشن كتنجح في تصوير واقعي ديال هاد الفئة ديال المشاهد بدقة وبصدق طبعا الحال غادي تسولوني وبتعفتيها انتا غدين بدأوا من الأول وبالكريايتور ديال التيفي شو اللي هو جيسي أمسترونج اللي كان كتب قصة على عائلة حقيقية ديال المردوك عائلة من أغنى العائلات في العالم هدي كتر من عشر سنين واللي عمرها خرجات الأرض الواقع الحقاش حتاش يمنتيج ما كان بغي يديرها وفي بلسم أنه يخلي البروجة كمل ومن داك الوقت هو كي يهتم بهذه العائلة الكبيرة اللي عندها النفوذ والفلوس بحل ريدستون متالاً لقد قلت عن سومنة ريدستون موغل ميديا موغل موغل جيسي أمسترونج دار خدمة ديال البحث طويلة وتعمق في هذا الموضوع بالجهد ولكن مرة أخرى نقدرون نقولوا أن البحث ره من البديهيات ديال الكتابة وخصوصاً فاش كان بغيو نبينو حقيقة مش الخيال وهنا فين المدير ديال الـ HBO كي سي بلويز اللي صرح في مقالة نيويورك تاينز على أن الشي اللي خلاه يشوف البروجة ديال أمسترونج مختالف هو الساتاير اللي فيه لأنه بالنسبة لي هاد الكمبينايشن ديال الفلوس والسلطة كاملين رهم بطبيعة ديالهم ساخيفين ريدكولوس هاد السيد قبل ما يولي المدير ديال الـ HBO كان شاد القسم ديال الكوميديا عندهم إذن شخص اللي عنده خبرة في الضحك ومو الفكرة جيسي أمسترونج تهوى عنده خبرة في الكوميديا خصوصاً مع السلسلة بيب شو وباش تكمل الجمعية زادوا المخرج آدم مكي اللي غادي يولي منتيج ويدير الإخراج ديال الحلقة اللولة اللي تهوى معروف بالكوميديا بحلف أنكورمان ولكن بالنسبة للناس اللي متبعين سوليما بودكاست طرح عارفين أن آدم مكي عنده تجربة مع الناس اللي أثرية بحلف الفيلم دياله اللي كينتقد فيه وولد ستويت واللي كيرجح فيه على الأحداث ديال الأزمة ديال سابرايمز في The Big Short الفيلم اللي ربح عليه أوسكار في الكتابة ولكن باش ما تفهمونيش غلط السكساشن ماشي كوميديا هي دراما اللي الكوميديا فيها كدير على الظهر ديال الشخصيات الشي اللي كيخلي فيها واحد نبرة ديال تحك مخلطة بتعاطف واخر نوع ديال الشخصيات اللي في هديك الطابقة الغنية قليل اللي كيبغي يتعاطف معهم كيف انهم già ما قلنا الغرض ديال سكساشن هو يقربنا من واقع الشي اللي كيخلينا نشوفو ان الحوارات ديال شخصيات مشي سيليسة فيها بزاف ديال تردد وكتبان بحالي لا مافيهاش معنى أنا أريد أن أفعل الأشياء لإنقاذ الشركة في العالم البيزنس هذا الكلام جاري به العمل خصوصاً في الاجتماعات مع المديرين فين الهضراء تخبى وراء كلمات تقنية وجوماً طويلة لما تزيد ما تنقص أنا أفهم أنك تريديني أن تذهب إلى كل أفكاري معك أنا أعلم أن أجل أن أصدقائي بأن تتحدث بأن تتحدث عن هذه الأفكاري جداً نعم في سوكساشن هذه اللغة تستعمل ليس شيء غير في العمل ولكن حتى مع الناس المقربين من قرأت جيري؟ انتهت برويش انتهت برويش انتهت برويش؟ نعم انتهت برويش؟ انتهت برويش لا تقنع برويش علىني حسنا؟ كل人 كان برويش بحليلة قارين عليهم هذه الحقوق التي يمكنك تلتزم بالصمت وأي حاجة قلتها تقدر تستعمل ضدك نحن نقول شيئاً لا نحن 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 لأنه لا نعرف كيف حقاً لذلك لا نحن نحن نقول شيئاً بالاستثناء الأب كلهم يقصوا بحل اللغة يخبيوا نوايا وليس يسرحوا بها إذن اللغة بحل القناع أو الدراع اللي يحميهم إذا كنت أقول ما حدثت اليوم سيكون شيئاً لا يوجد شيئاً شيئاً الشيء اللي يعجبني أنا بزاف في سكساشن هي الفلسفة التصويرية وكن ضد الفضل كيرجع على آدم مكاي اللي من الحلقة اللولة حطوا واحد طريقة دي التصوير اللي غادي يطبقوها المخرجين الأخرين في الحلقات اللي من بعد منها وهاد طريقة دي التصوير هي قريبة بزاف من الوتائقي وكن استعملها في الفيلم هو كيحاول يقرب من الوتائقي للنوع ديالو كي تسمى فلاي اون دا وول أو دبانة في الحيط والفكرة بسيطة هي أننا كمتفرجين كنحسوا بحال شي دبانة في الحيط قاطعين الحس وكنشوفوا الأحداث قدام عينينا كتعطينا الإحساس بلدك الشيء اللي كنشوفوه هو حقيقي وبحال اللي احنا داخلين في الانتميسي ديال الكاراكترز مكنش الاستجوابات ولا الفويس اوفر اللي كيعاودوا لنا شي حاجة مع أن معظم اللقطات في سكستاشن هما حوارات في غرف مغلوقة فكنلاحظوا أن الكاميرا قليل في كتكون تابتة يعني محتوطة فوق ترايبود بالعكس معظم الوقت كنحسوه بلا كتتحرك بحال شي وجهة نظر ديالإنسان زيد علي داك شي مرة مرة الكاميرا كتزومي كتقد الفوكيوس ولا كتدور بشوف شي شخصية بحالي لا كتتخفل بالأحداث اللي واقعة وأهم نقطة هي أن الكاميرا مش شي دي ممح توطع على الناس اللي كتهدر بعض المرات كتركز كتر على ردة الفعل ديالشخصيات الأخرين كتر من الشخص ليواخد الكلمة هاد الحركات كاملة كتخلي الكاميرا أوبريتر ولا الكاميرامان بحال شي شخصية وسط كل لقطة لوجهة النظر ديالو هي اللي كتتمتل نحن اللي من شهورين في الصالون كنتفرجوا هاد الطريقة ديال التصوير من غير أنها كتزيد في داك الإحساس بلا راحنا شهود على حقيقة فراها من جهة أخرى كتعطي حرية كتر للممثلين باش يتحركوا وينغامسوا في تمثيل ديالهم مع الكاميرا تقدر تدور عندهم في أي لحظة فراهم دائما كيكونوا في شخصية ديالهم من جهة أخرى إلا شي ممثل بغى يخرج على النص ويدير شوية ديال الارتجال فراها هانية لحقشتها الكاميرامان سيتبعو في الارتجال دياله ولكن غير باش نوضح هدا ما كيعنيش أن التمركز والحركة ديال الممثلين ما مخدوماش بدقة بالعكس هاد القضية ديال الارتجال كيخليها آدم مكي والمخرجين الأخرين مورا ما يكونوا سيكوريزاو قاع اللقطات الضرورية في داك المشهد أعتقد أنك يجب أن تسلسلة واعرة ماشي غير من ناحية القصة والتمثيل والتصوير ولكن لحقاش قاعد العوامل تجمعوه في واحد طريقة اللي شي كينفع شي وشي كيخدم شي باش في الأخرى الإكسبرينس ديال المشاهدة تكون واعرة وتحسسنا بالتقرب للواقع السكساشن كتدخلنا لواحد العالم اللي صعيب نتخيلوه شنو كيوقع فيه بالضبط وكتخلينا نفكروه في ديك المقولة ديال واش الفلوس كتشري السعادة لأنه كيف ما كان الحال كنتعاطفوه مع الشخصيات ديال السلسلة ولكن صعيب نبغي ونكونو في بلاستهم شكرا لتتبع ديركم من هاد الحلقة ديال سوليما بودكاست نطلقوا في حلقة جديدة قريبا تلا وفراسكم